حلقتنا اليوم عن دراكولا ومصاصيم الدماغ تعووا نشوف سألتوا حالكم شي مرة شو هي أكتر شخصية خيالية طالعة على شاشة السينما؟ هلأ ممكن يخطر على بالكم أجوبة مثل باتمان شيرلوك هولمز جيمس بونت بس بالواقع وبحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية هاد اللقب بيعود لدراكولا يلي طالع بأكتر من 272 فيلم عبر التاريخ وبعد أكتر من 100 عام على وفاة الشخصي اللي ابتكر شخصيته دراكولا لسه عايش بين صفحات الأدب وشاشات السينما كأشهر مصاص دماغ بالتاريخ بس على العكس ما بيعتقد البعض دراكولا ما رأى أول مصاص دماغ وبوقته ما كان أشهر مصاص دماغ حتى ولولا مشكلة قانونية ببداية القرن العشرين ما كان وصل للشهرة يلي بيتمتع فيها اليوم أول ظهور لإله كان برواية دراكولا للكاتب الإيرلندي برام ستوكر يلي طلعتها بعام 1897 بس أسطورة مصاص الدماغ أقدم من هيك بكتير والوحوش الأسطورية يلي تستهلك دم ضحيتها لا تعيش موجودة عند العديد من الثقافات القديمة مثل البابليين وحضارات بلاد الرافدين الأخرى يلي كان عندهم مخلوق اسمه لمشتو رأسه رأس أسد وجسمه جسم طير وبيخطف الأطفال المواشي والإغريق القدماء يلي كان عندهم كائنات طائرة متعطشة للدماء اسمه ستريغيس وفيه العديد من الأمثلة المشابهة من كل أنحاء الكرة الأرضية أما الشكل يلي منعرفه اليوم لمصاص الدماء يلي هو بالأساس كان إنسان وتحول لكائن مية حي بيتغذى على الدماء فممكن تتبع مصدره للفلكلوري الإسلافي وكلمة فامبير يلي بتعني مصاص دماء بالإنجليزي وعدة لغات أخرى مشتقة من كلمة أوبير باللغة الإسلافية الأبينة وأول ذكر لإله كان بالقرن الحادي عشر وعلى الرغم من أنه لما وصلت المسيحية على أوروبا الشرقية حاولت محاربة المعتقدات الوثنية العديد مننا ظل وتأثر بالديانة المسيحية شوي والسبب الرئيسي لانتشار هي المعتقدات أنه كانت تستخدم لتفسير الأمراض غير المعروفة بهذاك الوقت مثل الكلب والتغييرات يلي كانت تطرق على الجثاث بعد الدفنة مثلاً كانوا الناس من خوفهم من مصاصين الدماء يمبشوا القبور ويطلعوا الجثاث اللي متفونة من فترة قريبة وكان يلاحظوا أنه شخص المدفون طولان شعره وسنانه وأضافيره بعد الدفن وبطنه منفوخ وفي بقايا دم على أطراف تبنه فطبعاً كان واضح أنه هذا الشخص مصاص دماء وعم يفيق بالليل يعبي بطنه ويرجع ينام صح؟ بالواقع يلي كان عم يصير هو أنه الجلد بينشف بعد الموت وبيتقلص قام الشعر والأضافر والنسنان بيظهروا أكتر والبطن بتتجمع فيه غازات بسبب التحلل اللي عم يصير وهي الغازات بتنفخوا وبتخلي السوائل مثل الدم تطلع مفتحات الجسم المختلفة بس أهالي أوروبا الشرقية وقتها كانوا مقتنعين أنه هدول مصاصين دماء وكان عندهم حل بسيط لهي المشكلة وهو أنه يدقوا الجثة بوتد خشبي ليثبتوها بالتابوت ولهيك ليومنا هاد معظم الأفلام بيورجونا أنه أحد نقض ضعف مصاص الدماء هي الوتد الخشبي ظاهرة نبش الأمور انتشرت بشكل كبير بالقرن الثامن عشان لدرجة أنه بعام 1755 امبراطورة النمسا أرسلت طبيبة الشخصي ليحقق بالموضوع وينشر بحث علمي يفند فيه كل هاي المعتقدات بس كانت بوقتها منتقل لأوروبا كلها وإلهمت أعمال أدبية مثل كتاب The Vampire أو مصاص الدماء للكاتب البريطاني جون ويليام بوليدوري يلي طلع بعام 1819 كتاب The Vampire أثر بشكل كبير على كاتب إيرلندي شام اسمه برام ستوكر ويلي مثل ما حكينا بأول الحلقة بعام 1897 كتب رواية دراكولا ستوكر أخذ من الأساطير يلي كانت بالأساس موجودة عن مصاصين الدماء وأضاف أشياء من عنده مثل ضعفهم قدام أشاعة الشمس والرموز الدينية ويقال أنه أخذ بعض الإلهام من شخصية تاريخية حقيقية وهي شخصية فلاد تيبيش يلي بالقرن الخامس عشر كان حاكم منطقة الأفلاق أول شيء يلي بتقع برومانيا اليوم وكان مشهور بدمويته وحروبه مع العثمانيين ومعروف بعدة ألقاب من بينه فلاد المخوزق ولقب دراكولا يلي بيعني ابن التنين بالروماني لأنه والده كان جزء من منظمة اسمه منظمة التنين وكانت مهمتها القتال ضد العثمانيين المهمة الرواية كان نجاحها متواضع وقت طلع وما كانت أشهر رواية لبرام ستوكر حتى بس بعام 1922 بعد وفاة ستوكر ومن دون إذن عائلته ستوديو ألماني حول هاي الرواية لفيلم صامت اسمه نوسفيراتو وكان أول فيلم مصاصين دماء بالتاريخ وعلى الرغم من تغيير الأسماء كان واضح أنه هي القصة مأخوذة من رواية دراكولا عائلة ستوكر رفعت دعوة على الستوديو الألماني وفازت فيها مما تسبب بإفلاسه والقضية ساهمت بنشر الرواية ولتفادي حوادث مشابهة زوجة برام ستوكر وافقت على تحويل الرواية لمسرحية ولاحقاً بعام 1931 لفيلم من إنتاج شركة يونيفيرسل وهذا الفيلم هو يلي رسم صورة دراكولا الكلاسيكية يلي منعرفها اليوم وبسبب نجاحه طلع عشرات الأجزاء والنسخ منه عبر الاسنين من دون شك أهمة فيلم برام ستوكرز دراكولا يلي طلع بعام 1992 الفيلم كان من إخراج فرانسيس فورد كوبولا وخرج أفلام العراب وفاز بثلت جوائز أوسكار اليوم لسه مصاصين الدماء لون شعبية كبيرة موجودين بمئات الأعمال الفنية من أفلام لمسلسلات لألعاب فيديو ولحسن الحوف ولو أنه أخدت القصة كمقرن أخيرا صار العالم يستمتع بهي الأصاص كفل كلوروفانتازيا مو كمعتقدات بالية كانت تستخدم تفسير الأمراض والظواهر الطبيعية ترجمة نانسي قنقر